يا آدم إني أكرمت كل الأسماء علمت جنات المأوى أسكنت سجد لك البلد الأمراء إبليس عدرك نبهت أغراك حتى أخرجت استكبر أقسم أن يسل غلى أبنائك في الله الشيطان لا يغوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هاتينا يفهمنا هذه الأسرار إن أخطأنا أو نسينا أغفر ورحم يا رفا أغفر ورحم يا رفا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب 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 الله أنت في الأكوان أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت جئت بالقرآن خلقه الله وعلى جميع أنبياء الله رأينا مع آدم عليه السلام دروسا وعبر منذ خلقه إلى إقامته الوقتية في الجنة إلى نزوله إلى الأرض رأينا عدوه اللدود إبليس جند إبليس من الشياطين الذين لا يريدون إلا شيئا واحد هو أن يوقعوا الفتنة والعداوة والمعصية بين بني آدم ولكن رحمة الله عز وجل تتدارك الإنسان في شيئين؟ الأول أنها تغفر لكل من زل وأخطأ والثانية أنها تؤيده بالهداء والتوفيق والدلالة وهذه رحمة الله عز وجل لتبقى ديمة واصل الإنسان ديننا قائمة للرحمة ورسولنا أرسل رحمة للعالمين اليوم سنكتشف كيف يعمل الشيطان مع بني آدم خطوة خطوة لا يدعوه للمعصي مباشرة ولكن يجره إليها حتى يتبع الإنسان هذه الخطوات ورب سبحانه كشفه لنا وعلمنا في عديد المواضع في القرآن الكريم كيف يشنفيقه بخطوة الشيطان ونتجنب هذه الفتنة ونلقى الله عز وجل وهو عنا راض بجاه يا رب من أرسلته رحمة للعالمين وبهذا الشهر الكريم آمين يا رب العالمين إن أخطأنا أو نسينا أغفر ورحم يا رب ظننا أننا فهمنا قصة آدم عليه السلام بينما الله عز وجل قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قلنا المرة لفتسكن فاكروش لهو أول ذنب قام به آدم هو الأكل صحيح هو أكل من الشجرة ولكن ردني بعض الإخوة قالوا لا إنما الذنب الأول من تحسينينا آدم هو أنه اقترب من الشجرة لأن الله عز وجل قال ولا تقرب هذه الشجرة إذن فالشيطان جره خطوة خطوة فالله قال له قرب من الشجرة وحد آخر قال لا رأى الذنب الأول أنه ذاق من الشجرة مش أكل منها فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وإذا به كل حركة كل فكر يقع لسيدنا آدم إنه جم يكون لنا درس اليوم سوف نفضح الشيطان في مسألة خطوة خطوة فالإنسان يجتنب هذه الخطوات من الأول اللي يحب القص إن شئت أن تنجو من سلمة وجارتها فلا تحل حالا بواديها لا عمرك تقرب بحثه ماذا بيك من بعيد قلنا أن الذنب وقع بالأكل ثم يكون قال شوفوا إذن الفن هو سبب المعاصي هو أول المعاصي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وفخي ذيه ضمنت له الجنة فشوفوا من كان إنسان يعتني بفمه في الأكل والكلام طبعا ويحفظ فرجه إن شاء الله يدخل الجنة بفضل الله الأكل أيضا موش كان فيه ماذا تدخل إلى بطنك بل أيضا تاكل شهري حرام تاكل حق اليتامة تاكل حق أصحاب الحقوق فترد بالك لأنه بكله يتسمى أكل وإلا خذيت مال حرام بعد ما كنتشري به أكل يتسمى أكلته حراما ثم مسئلة أخرى في الأكل اللي هو كل ما هو حمية ورجيم وأخطر أشياته موجودة في الأرض الأبيضان معناها الملح والسكر يجي الإنسان فاللول يقول بشي نذوق شوية شوكولاتة ويسألوا جماعة الرجيم بشي يذوق كهوة ويذبيه يأكلها الكل فالإنسان يأكل المالح يأكل لحلو وجيه أمراض فيرد باله رب يحب ينبهنا من خلال أكل سيدنا آدم من الشجرة أن نعتني لما نأكل قال أحد الحكماء يقضي الإنسان حياته وهو يفكر ماذا يأكل نريده أن يتعلم ماذا لا يأكل سبحان الله الامتناع الشيطان له خطوات ذكرها الله عز وجل خمس مرات في القرآن الكريم الآية الأولى بشيت لها علينا أخونا وسلم الحمام يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خطوات الشيطان استدراج الشيطان بقية الآيات في هذا الموضع من سورة البقرة إنما يأمركم بالسوء كلام السوء وفعل السوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يخلي الإنسان يعمل خطوة خطوة يعمل كلمة السوء كلمة السوء والمعصية اللي يجي من بعدها كلمة السوء هي في المغازلات وغيرها يوصل بعد مع المرأة إلى الحرام باتلي وليحلل في الحرام هذاك يتكلم على الله ما لا يعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومجالاتها كثيرة أن يتكلم من إنسان الموضوع الثاني يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم وتتقرأ السلم أدخلوا في الإسلام بكلكم أو أدخلوا كما يقولوا أصحاب التفسير في الموادعة في السلم ما تحاربوش ما تمشيش للحرب ما تمشيش للعلم إن الشيطان لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين يجركم إلى الحروب الشيطان هو يحب الأحقاد يحب الناس تقتل بعضها يحب الناس تكره بعضها فرد بالك يا مسلم أن يستدرجك الشيطان إلى حرب وكم من حرب صارت من أحقاد بين ملك وبالك وبين خليفة خليفة وبين ولي عهد وأخر في القرون الأولى للإسلام لماذا؟ لأنهم اتبعوا خطوات الشيطان نأخذ الموضع الثالث فقط هي خمسة مواضع في القرآن أو أربع مواضع وخمسة مرات ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وهنا باب الرحمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا الشيطان من كثرة الكيد متاعه أنه يجعلك خطوات يلو كان مش ربي يرحمنا الناس كلنا تبعنا الشيطان أسمحها لك الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليه أصعب حاجة شيخ هي الخطوة الأولى للمعصية الناس تعمل في معصية يبدأ الشيطان يوسوس لك يقول لك أمشي 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 وأنت تمتناع تمتناع أمشيتش أنت فك الخطوة الأولانية بعد بقية الحرام يولي لك سهل خاطر أنت عملت الحاجز مثال إنسان يسوق في السيارة متاعه وعنده الظاوة الأحمر لازمه يقف إذا كان هو عاود روحه باش يحرق الظاوة الأحمر ويتجاوزك الظاوة الأحمر يولي في مرات أخرين نجمي يتجاوزك الخط الأحمر يحسروا عمل حاجة عادية نفس المثال في المعصية إذا كان فات الخطوة الأولانية واسمحوا روحه باش يدخل مك المدخل الشيطاني إذا كان شلقه روحه في بقية معصية بارك الله فيك والمرة الأولى يحس بالذنب ويروح حزين ممكن يبكي لو عمل المعصية ومبعد يستنس بها ومبعد يحكي بها وهذه خطوات الشيطان تسط العابد اللي مشيت له المرأة وقالت له يا إما تزنى بها يا إما تقتل رذيع ذي يا إما تشرب الخمر قالها باش نشرب الخمر أنا وما سمع بي حد وما شيفني حد يخي قتل يشرب الخمر زنى بها وزيد اقتل لك الرذيع لا حول القوة الله بالله نعم في هذه القصص عبر كبيرة أنه بدأ بالخمر إذن الخمر هذا يأكد على قصة أن الخمر هي أم الخباث إبليس قال الله عز وجل أنظرني إلى يوم يبعثون أعطيني مهلة يا ربي شوفوا التحدي ربي سبحانه قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم شوفوا أقعدن مقواها أقعدن منها رأي مش نقعد ما نتحركش من الصراط المستقيم فيجيك أمام الصلاة ويجيك أمام الصدقة ويجيك أمام الحج ويجيك أمام كل عبادة باش يقلقك باش ما يخليك تدخل فيها ورأي بكلها وسوسة ديما مش ما نخوفوش نقول رأي وسوسة إن كيد الشيطاني كان ضعيفا قال لك باش يجي من الجهات الكل أعلاش قلنا خطوة خطوة كل خطوة تعملها تجد الشيطان أمامك وربي سبحانه أراد أن يكون ذلك وسمح للشيطان حتى يقوّل الإيمان كما قلنا منها لول ثم رأه تعيش إلا بين نقيضين هكذا أنت يا إنسان يطلع علينا أخونا وسيم الحمامي هذه الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قد يقول القائل شنوّة العلاقة بين الخطوات وبين الشكر أي نعم لأنه في اللول يبدالك ما يخليكش تشكر من بعد ولي تتذمر من بعد ولي تيأس من بعد ولي تسعى تكسبها النعمة لنقصتك بالإحرام فبالخطوة بالخطوة إن حيلك الشكر هو قال وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وقت تقرأ سورة الفاتحة في 17 ركعة فرض كانت تصلي الفجر وتصلي معهم شفع والوتر أي وللك 22 ركعة ولا تصح الصلاة إلا لما تقول الحمد لله رب العالمين فقلت الحمد لله رب العالمين رأى شكر ربي نعمة من ربي سيدنا داود وقلي فهم قال يا رب كيف أشكرك على نعمتك وشكري على نعمتك نعمة منك قال الآن شكرتني تو وقت لعرفت لي وحتى شكر نعمة تو شكرتني مرة وسيم كلمني في التليفون قال راني بعد من صلي صلاة فريضة ولا نافلة قال بعدها نعمل سجدة شكر لله لأنه هداني لهذه الصلاة تفكر فيها وسيم قال نحمد في ربي وهداني للصلاة فيجوز لك أن تشكر الله بالسجدة هذه ومستحس إنسان يعمل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم سجدة الشكر سنة من السنن واختجيك فرحة واختجيك خبر قيلة حتى ماكش متوضي قيلة حتى ماكش متلفت إلى القبلة أسجد لله شكرا وبإذن الله كل حاجة تشكر عليها ربي بالسجود فإنه لا ينزعها منك وأشكر ربي يزيدك وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم تأذن لأشفت أزيدنكم كما أقعدن متى الآخر أما الآخر وعده الشيطان وعده يخلفه والله لا يخلف المعاد قول يا ربي لك الحمد كل نعمة تفكرها قول يا ربي لك الحمد والشيطان يحب يغطي عليك النعم لا احمد ربي يقول يا ربي على نعمك الكثير ما علمنا منها وما لم نعلم اعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سيدنا عمر يدور بحث الكعبة شايف واحد يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل اجعلني من عبادك القليل قال يا أعربي سمعتك تدعو دعاء لم أزمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه قالوا ألم يقل ربنا وقليل من عبادي الشكور فأردت أن أكون من القليل قالوا فولى عمر وهو يقول كل الناس أفقه منك يا عمر شوفوا هذا كم التواضع متاعوا ربي يرزقنا إن شاء الله الفقه ويرزقنا العلم ويرزقنا الشكر ويرزقنا الفهم أن إبليس هذا والشيطان هو سبب كل شر في الأرض حتى كاليأس حتى كالإحساس الليأجيك بتاع الإحباط رأوا منه هو ديما تفائل وديما أحط نفسك بناس ترفع لك المعنويات ويذكرك بالشكر ويذكرك بربي سبحانه وتعالى من خطوات الشيطان أن يزين لك ما تفعل يقول لك راك أنت أحسن واحد وانت راك في الطريق الصح وراك إذن كان جاك هذا الخاطر ورد بالك منه رأوا خطوة من خطوات الشيطان يلزمك ديما من خشية ربك مشفق هكا كان سيفة الأتقيال ذكرهم ربي ديما خايف كانك مقصر ديما خايف أنك بالك الضايع ربي قال هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فرد بالك رأوا هذاك تزيين من تزيين الشيطان صحيح الإنسان يحمد ربي قلنا يشكر ربي يشكر عن النعمة متاع الهداية ويقولي ربي اهدنا في من هديت وانتي 17 مرة في النهار ادخل اهدنا الصراط المستقيم ليهو الصراط المستقيم ثبات راه نجم الصباح على الصراط لا شيء عملت غلطة فديما تدعو الله عز وجل إن كنت بارا بوريديك مقيما لصلواتك مش تسلي مقيما لصلواتك في أوقاتها في خشوحها وخضوعها وطهارتها أي نعم وقتها قولي ربي زيدني من عندك ثبتني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دي ما عندك خوف أقرأ سورة العمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما إذا كنت أول حاجة السعب تارك للصلاة فإياك أن تغالط نفسك وتقول راني نعمل في الخير وقلبي به فأنت عامل العملة متاع إبليس اللولة هذا يرى إيمان إبليس اللو يؤمن بالله يسمع في ربي يأمر فيه ولكنه لم يسجد فأنت لا تسجد وتقول أنك تحب الله ولا طائع لله إن كنت مقترفا لكبيرا وحتى كان أنت مقيم للصلاة وكم من إنسان تخلوا الشيطان من هذا المدخل يصلي في صلواته في وقتها وعلامة السجود وتشوف وتقول ما شاء الله هو يعلم أنه بينه وبين نفسه عنده كبيرة يقترفها عنده إثم مواصلة عليه عنده غيبة يعمل فيها عنده قطيعة مع أخوه ما يكلمش فيه عنده مشكل كبير مفرح الشيطان ومغذب الرحمن ويقول أنا على خير رأى وقتها لذلك تزيين الشيطان فأرد بالك خطوة أخرى من خطوات الشيطان هي العجلة علش قلنا راهو ثم ما لا يقل عن مئتين عمل من أعمال الشيطان ما نجموش نجيبوهم الكل في رمضان إن شاء الله رب يفهمنا وإن شاء الله رب يرزقنا الوقت مش نفهمهم العجلات ما هي العجلة هذه هي السرعة هي الزربة في عملان الحاجة فالقرآن الكريم اذكر العجلة سبعة وثلاثين مرة والقرآن فيه كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا ستة وثلاثين موضع انتعى الاستعجال والعجلة بكلها منكرة إلا موضع واحد واختل الإنسان يمشي يحج وفي أيام التشريق بش يرمي الجمرات اللي يحب يرمي الجمرات النهارين واللي يحب يرمي ثلاثة فربي سبحانه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قالوا هذا الموضع الوحيد متع تعجلة اللي مهوش منكر البقية الكل متاع العجلة في القرآن راه مذمومة العجلة الشنية هي هي نخصة شيطان يجي الشيطان ينخص إنسان في مخو هكا يقول لي مستعجلة هاي نزرب ناخده مثال متاع السياقة القيادة يتسمى في العربي القيادة السيارة بسرعة هذي بش تخلط فيس على الخدمة نجم تعمل حادث نجم تعمل مشاكل كبيرة نجم تخرج على عثنية نجم تحرق الظو الأحمر بكل ذاك من فعل الشيطان العجلة من الشيطان العجلة في الكلام يزرب يعمل زلة يخرج سر الاستعجال لنوال الرغبات يحب يوصل فيسع للرغبة يحب يكمل فيسع على القرآن يمشي يعمل تضر شيخ الاستعجال فصالات زادة الانسان اللي عجل فصالات متاعه ربي ما يقبل هاش ثم شنية الحاجة المهمة اللي هو بش يستعجر الله خطرها ماشي الخدمة ماشي بش يقابل انسان بيدش كون القذية ذيك ما يبيد الله سبحانه وتعالى نعم الاستعجال ما يجيش حتى في الصلاة سبحانه وتعالى يجب يصلي في عقله بالعكس ذيك فرصة باش يزيد يديه ربي باش ربي يوفقه في القذية اللي وقصت ربي فيه بارك الله الاستعجال ايضا في هداية الناس ربي سبحانه قال فلا تعجل عليهم ولا تستعجل لهم مجتوى كلمتوا تحبوا توا يبدأ يصلي توا انت بذرت بذرة ورب سبحانه تبينبتها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اين انتو يا من تستعجلون على هداية الخلق اول حاجة اهدي نفسك ثم من بعد خلي الهداية على الله عز وجل وما تستعجلش في حكمك العباد لان تلك عجلة شوفوا معناه العجلة من الشيطان رو قلنا لانك تستعجل باش ربي يهديهم توا ربي ان شاء الله يهديهم ورحمة ربي اوسع من رحمتك انت بكثير ثم الاحنف ابن قيس جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في معا قبيلته الكل باش يبيعوها على الاسلام وبكلهم نزلوا بكلهم بدخلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعجلوا بكلهم بشي يسلموا عليه والعجلة راه مذمومة الا الاحنف ابن قيس فانه بقي يوظب نفسه منكن راه يمشت في شعره منكن راه يربط في الناقة متاعه العجلة راه ديما متاع الشيطان يحب ينسيك في حاجة بعد رسيلك مشكلة واعطالها عسش كل من يستعج تصير له مشكلة واعطالها الاحنف ابن قيس تخلي من بعد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتان ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله قالوا يا رسول الله شنون قالوا الحلم الحلم والعفو والانات معنا التأني كل حاجة تعملها تعطيها وقتها فالانات عكس العجلة ثم مسألة اخرى وأكد علي في الهاتف أخويا وسيم قال لي بربي اجبد على الكذب هراء الكذب خطوة من خطوات الشيطان الكذب وقت الشيطان يخلي لك الحل بتاع الكذب يخليك تعمل لحرى يخليك مثلا ابنية تتعطل تمشي المكان بعد بش تكذب على الاهلا بش تقول راني كنت نقرة كنت الراجع وليد كيف كيف يعمل عمله وبعد يعرف روح بش يكذب فخطوة من خطوات الشيطان والكذاب الأول هو شكون هو إبليس واختكلم سيدنا هادم قال لي ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين كذب أخرى واختقار ربي بما أغويتني ربي ما أغواهش فهذا يكذب على ربي سبحانه الردبان من الكذب فإن العبد لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا تصوره كذب بطاقة تعريف مكتوب فيها صيفة كذاب يكتب في بطاقة تعريف مكتوبها الكذاب فلان يكتب في بطاقة تعريف الكذاب خير من يكتب يوم القيامة ينادى فلان فلان الكذاب حتى الرب سيكتبه عنده كذابا رأوا الكذبة اللونة تتعدى وصدقوك الناس ولكن بشوية بشوية بل الكذب قصير فإياك من الكذب وأخو الكذب هو الحلف يحلف بالحانث فهذه اسمها اليمين الغموس لأنها تغمس وصحبها في جهنم والتغرس هي النفاق في القلب ربي يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ردوا بانا من الكذب رأوا سلاح من أسلحة إبليس خطوة أخرى من خطوات إبليس هي الغفلة هلنصلي ولكن هي غفلك ساعة ساعتين بعد تولي أربع سوايا بعد تولي ستة سوايا وانت غافل مدمن على الفيسبوك مدمن على التلفاز مدمن حتى على الكورة مدمن على أي شيء المهم خطوات الشيطان يجي يحب يغرس فيك الإدمان الإدمان مرض من أمراض العصر تويدوي فيها طباء نفسيين هو خطوة من خطوات الشيطان حتى يغفلك عن الذكر الشيطان يحب ينسيك في ذكر الله يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا الشيء الوحيد المطلوب بالكثرة هو الذكر وسبحوه بكرة وأصيلة لماذا؟ حتى لا تصبح من حزب الشيطان كما يطلع علينا أخونا محمد وسيم الحمام استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أي نعم إذا الإنسان بعد على ذكر ربي بعد على القرآن بعد على التسبيح بعد على الصلاة رأى الشيطان يأخذ ليه ورب يقول ومن يعشو عن ذكر الرحمن يعشو يعني يصبح أعشى لا يرى يرمش معاش يشوف في الذكر ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يمكن الشيطان دي ما معاه وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون شوفي غلطه هذا التزيين الأخ يقولوا أنت مهتدي بينما هو ما يحلش المصحف إلا في رمضان وشوف في رمضان يحل المصحف ولا لا تصور أنت ما أنا أعرفك يعطيك ورقة قائمة متع أعمال يقول لك هذه يجب أن تخدمها الكل فأما قريتهاش بالكل وبعد قل رأي نحبك وقل بيرا وصافي أبدا ربي سبحانه أعطانا هذا الكتاب هدى للمتقين أعطانا فيه طريقة للعمل والحياة الدنيا هنا حتى تنتقل به إلى جنة الخلد فرد بالك تنساه وإلا رأي يستحوذ عليك الشيطان ويولي معاك قارين دائما لا يغادرك حتى يوم القيامة حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القارين ربي يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون خطوة من خطوة الشيطان التكنولوجيا والأنترنت ولقد صدق عليهم إبليس وظنه إبليس فرحان في هذا القرن لماذا؟ لأنه يتقن التقنية متاع الأنترنت إبليس يعرف كماذا يستعملها يعرف كماذا يوسوس بها من اللي كانت الحشمة ومن اللي كانت العراء عار بالنسبة للبشرية الطيلة تقول البشرية كل مسلمين وغير مسلمين حتى جاءت التلفزة وولا حتى اللي يتعرى كان يتعرى قدام الناس قدام الناقلة يتعرى يشوفوا 20 مليون يشوفوا في يوتيوب ولي مكتوب 20 مليون حط حاجة نافعة تلقى يعني شفوها ربعمائة وثلاثة وخمسون بشر حط عراء وإذا بي عشر ملايين عشرين مليون مليار مليار شفو مشهد متاع مهمة شيخ وقتالي انسان يبدأ في الانترنت صرتوه شباب يستخيرو وثكيه برشا وقعد يوقع في الفتيات وكل واحدة شنية اللي يحكي لها فيها وبعض الفتيات زادت تفتن في الشباب وتابت مثلا صورة عارية هذك الشياطين هذك يكتبوا جيم وهذي كل قاعد تحرك في الشباب وقاعد تحرك في الغرائز وقاعد تحرك في الشهوات يندرى العمالة ذي شكون ترذي ترذي ربي ولا ترذي الشيطان أبدا ترذي الشيطان لازم الانسان عندي الهنية وقفة كل بيبليكاسيون كل حاجة جيش يابط على الفيسبوك يسأل روحوا سؤال يندرى الحاجة اللي شنهبط على الفيسبوك هذي ترذي ربي ولا ترذي الشيطان وستطحات في ميزان حسنانتي وستطحات في ميزان سيئة بارك الله فيك وانذكروا بالآية وقدما نذكروا بها شوية وقال سيدنا يا آدم نازل الأرض أسمع الأمر الرباني ألا يتعرى بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما سبحان الله شوفوا إبليس الغاية متاعه ينزع لباس بني آدم وبنو آدم عندهم هذه النصيحة وبعدوا عليها فصدق عليهم إبليس وظنه كان تعرفوا قصة فيسبوك كيفاش بدأت في اللول في كليات الجامعات الأمريكانية واحد حبي يتعرف على طالبات والطلاب الفصل متاع والكل فعلقوا تصاور في الحيط قالوا هذون يحبون نعرف بعضنا بعد حطهم في الانترنت قال كل من معنا في نفس السنة أول أو السنة الثانية يحطوا الصورة والاسم علشتنا فيسبوك فهي كتاب الوجوه ولا والناس تحط في تصور ولكن تعمل الكلية هذه فقط وإذا بها بعد حطوا الكليات الأخرين والأقسام الأخرين وبعد وليت على الشهرة المعروفة به فيسبوك يظل حتى صغار حتى لعمر 6 سنين يحب حساب بتاع فيسبوك واللي عمل فيسبوك عمل فيه قوانين أنه مش ليجي يشوفك تصويرتك موش إنسان براني يدخلك لدارك ثم ناس مش متفطنين لهذا إبليس وجد فجوة القاعد الباب هذك هاي يقول حطوا الصور متاعكم الكل تجدوا نفسك في بيت نوم صديقك مش صديقك ما تعرفوش بكل في آخر الدنيا حاط تصور بتاع بيت نوم وحاط تصور بتاع زوجته بتاع صغار بتاع فصدق عليهم إبليس وظنه بهذه الأذام خطوة أخرى من خطوات الشيطان هي التخويف الشيطان يخوفك من كل شيء ثم ناس عندهم من الرعب هذا يسأل لونجواز اسمها بالفرنسية ويعالج فيها طبان نفسانيين هذه من أسلحة الشيطان يمرضه الأمراض النفسية الكل يعمل لك الذنوب وذنوب يجيب الأمراض النفسية وإلا هو يعمل لك تخيلات الخوف فترى الإنسان يخاف من كل شيء يخاف من العمل ويخاف من العرف ويخاف من أخيه ويخاف من جاره فهذا مرض العصر الخوف أسلحة من أسلحة الشيطان وخطوة من خطواته لأنك لا تخاف الله تخاف كل الناس فإن خفت الله فلا تخاف شيئا في هذه الأرض فعبي قلبك بالله وعنح عليك من الخوف خطوة من خطوات الشيطان هي الضلال الضلال ليس كما الغضب بمتاع ربي سبحانه الضلال هو أنك ماشي ببالك تمشي صحيح الغضب تعرف روحك عامل إثم لا هذا ماشي بباله هو تزيين حاجة أخر يزيين لك العمل هنا لا تقول أنا راني شاد ثنية وإنتي مكشي شاد ثنية لأنك ضللت وهي خطوة من خطوات إبليس ما يجيكش مباشرة يقول لك رك غالط لا يقول لك رك أنت صحيح رغم أنك تقرأ في الفاتحة يوميا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحل شنوه الحل أنك تحط الهزيمة في النفس والهمة في الروح مش تولي مهزوم لا مهزوم في نفسك لأن النفس تأملك بالسوء أما همتك في روحك تقول راني نحب نكون إنسان صالح نحب نكون إنسان ما نخطأش أما راني في الحقيقة دعم في الأخطاء فتحدث لكل ذنب توبة ديمة استغفر وديمة التوب وتجعل نصب عينيك أن لك عدوا متربصا بك يحبي غلطك وهزك لجهنم فديمة قول يا ربي قويني على الشيطان وأعني يا رحيم ويا رحمن لحظات نستمع إلى دعوات ثم نعود مع آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات رأينا اليوم خطوات الشيطان خطوة خطوة والطريقة أنك تقسم ظهره في الخطوة الأولى لا تمشيش معاه من لون ينصرك الله عليه خدا إن شاء الله سوف نرى صحبة زكية نقية عالية هي صحبة الملائكة الكرام شفنا في أول حلقات خلق جبريل وميكائيل ومالك وحملة العرش مش نشوفوا تول ملائكة المحطين بنا فنسأل الله عز وجل نقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد استجب يا رب العالمين استجب لنا برحمتك يا أكرم الأكرمين إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اكتبنا في هذه الليلة المباركة من رمضان من المعتقين من النيران يا رحيم يا رحمن تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم وجعل الجنة أمامكم كما عرفها لكم شكرا على حسن المتابعة شاهية طيبة دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آدم إني أكرمتم كل الأسباء علمتم جمات المهوى أسكنتم سجد لك الملك الأبهار إبليس عدوك نبهتم أغراك حتى أخرجتم استجمر أمسم أي أسلم كل أدناء كفنا الشيطان لا يقوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هدينا يقيمنا هذه الأسرار إن أخططنا خون سينا تغفر ورحمة الله اشتركوا في القناة